يعطيكم العافية طلابي كيفكم اليوم؟ رح ناخد الدرس الثاني من هاي الوحدة، تاريخ المسلمين في الأندلس رح نبدأ اليوم بسؤال، هي ما سبب قيام الدولة العباسية في بغداد؟ أو شو المعركة التي هزم فيها الأمويين وكانت السبب في بدء قيام دولة عباسية؟ المعركة هاي معركة الزاب في عام السبعمية وخمسين، نجا عبد الرحمن بن معاوية من ملاحقة العباسيين فتوجه إلى الأندلس معلن قيام إمارة أموية فيها هلأ أول إشي رح نحكي عن عصر الإمارة الأموية اتمكن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك تأسيس إمارة في الأندلس ولقبه بالداخل سبب اللقب تلقيبه بالداخل لأنه دخل الأندلس واستقل عن الدولة الخلافة العباسية وإحنا تعرفنا في درس ضعف الدولة العباسية أن الدولة الأموية هي من الدول اللي استقلت تماما عن الدولة العباسية وما كانت أصلا بتعترف بخلافة العباسية شو الأعمال التي قام بها عبد الرحمن الداخل من أجل تثبيت حكم الأموية في الأندلس إنشاء جيش قوي ليقوم بحماية الدولة من الأخطار والتهديدات الخارجية وانتهاج سياسة اللين والتسامح والعفو واتخاذ مدينة قرطبة عاصمة الإمارة الأموية طبعا نقطة اتنين في عليها سؤال من أسئلة الدرس هو سبب انتهاجه لسياسة اللين والتسامح لتثبيت حكم الإمارة الأموية في الأندلس بتقليل الصراعات مع الخصوم المسلمين بعد ما اتوالى حكم الإمارة عدة أمراء من بعد عبد الرحمن الداخل فمن أبرز الأمراء اللي تولوا الحكم عبد الرحمن بين الحكم الملقب بالأوسط شو إنجازاته لهذا الأمير؟ أنه كان له إنجازات ساهم في تطور الدولة الأموية كمان بلغت الحضارة الأندلسية في عهده أوجهها حتى عرفت أيامه بأيام العروس شو سبب تسميتها بأيام العروس لكثرة الخيرات فيها وأيضاً أصبحت الأندلس في عهده من الدول المتقدمة بعد وفاته لعبد الرحمن الأوسط فيه صار عدة أسباب لضعف هون في عنا سؤال استخلص أسباب ضعف الإمارة الأموية واحد وفاة عبد الرحمن الأوسط اثنين أنه ازدادت مظاهر حياة الترف واللهو وأيضاً ظهرت عنا العديد من الثورات المناوية للدولة إضافة لهجمات من الفرنجة اللي قدمت من شمال شبه الجزيرة الأيبيرية هلأ رح نأخذ عصر الخلافة طبعاً في عصر الخلافة كان يلقب الحاكم بالخليفة بعد عبد الرحمن الأوسط تولى الأمير عبد الرحمن الثالث الحكم هنا في الأندلس وتلقب بالخليفة الناصر من العديد من إنجازاته أو إنجازاته في استقرار الدولة توحيد البلاد والقضاء على خصومه إنشاء أسطول حربي طبعاً في عنا سؤال فسر اهتمام الخليفة بإنشاء أسطول بحري لحماية سواحل الأندلس من أي هجوم خارجي والتصدي للخطر الفرنجي بعد انتهاء فترة الحكم عبد الرحمن الناصر اضطر ضربت الحياة السياسية في الدولة الأموية وضعفت الدولة وأدى لظهور دول متعددة وسميت بدول الطوائف رح نوخي تعصر ملوك الطوائف كان يلقب الحاكم فيها الملك هون في عنا سؤال با سؤال واحد فرع با من أسئلة الدرس وهو قيام ممالك الطوائف أو قيام ممالك الطوائف في الأندلس واحد بسبب الضعف اللي قالت له الدولة الأموية في الأندلس اثنين انتشار الفوضى ثلاث تدخل القوى الخارجية أو الخطر الفرنجي فانقسمت الدولة لدولات وسميت بملوك الطوائف وكان فترة الحكم في الأندلس بسموه بعصر ملوك الطوائف ظهرت طبعا قسمة الأندلس لاثنين وعشرين دولة اللي هي من أشهرها غرناطة وإشبيليا وطوليطلة وسرقسطة طبعا ورفت هاي الدول الخلافة إلا أنه بسبب عدم استقرار الحكم والتناحر بين الملوك جعلها مطمعا للفرنجا وطبعا هذا جواب سؤال واحد في رعدال أنه استنجاد المعتمد بن عباد بأمير المرابطين يوسف بن تشفين السبب عدم استقرار الحكم والتناحر بين الملوك فهذا أدى إلى أنه المعتمد يستنجد بدولة المرابطين اللي كانت بقيادة يوسف بن تشفين فخاضوا معركة اسموها معركة الزلاقة كانت ضد الفرنجا وهاي المعركة من نتائجها أنها كانت من المعارك الفاصل اللي شهدتها الدولة الأموية واستطاع الأمير أيضا أنه يساند الجيش بن عباد المعتمد بن عباد اللي هو ملك أشبيليا وألحقوا ضرر كبير وهزيم كبيرة بالجيش الإسباني بقيادة الفونوسو السادس طبعا هاي المعركة كان لها أثر كبير في التاريخ الأندلس ليه؟ لأنها أوقفت زحف الفرنجا من شمال شبه الجزيرة الآيبرية على أراضي الأندلس طبعا تصار في معاهدة لكن أجع ألفونوسو الثامن ونقد هاي المعاهدة أو الهدنة فأدى ذلك إلى حدوث معركة أخرى اللي هي معركة الأرق استسميتها بهذا الاسم بسبب وقوعها في مكان أو نسبة إلى قلعة الأرق اللي هي موجودة في وسط الأندلس كانت بين الموحدين وبين الإسبان السبب المباشر لمعركة الأرق هي مناقضة أو أنه تم نقد المعاهدة من قبل ألفونوسو الثامن طبعا إيش أحداثها ونتائجها أنه هاجم المسلمون طليطلة وتوغلوا في بلاد الأسبان وأنه استسلم الإسبان وطلبوا الهدنة فوافق المسلمين على عقد عدنة كانت لمدة عشر سنوات أتى شخص آخر أو قائد آخر اسمه ألفونوسو التاسع أدى كمان إلى نقد شروط الهدنة للمرة الثانية فحدثت معركة أخرى وهي معركة العقاب كانت بين المسلمين بقيادة محمد بن يعقوب والجيش الإسباني بقيادة ألفونوسو التاسع النتيجة هاي الهدنة أو المعركة واحد أنه هزيمة المسلمين شو سبب هزيمة المسلمين وهي جواب سؤال واحد جيم أنه تم هزيمتهم بسبب الفتنة اللي وقعت بين صفوفهم وأنه كانت هاي الهزيمة شديدة على المسلمين من نتائجها أيضا لهاي المعركة معركة العقاب سقوط العديد من المدن الأندرسية بيد الإسبان وسقوط قرطبة وانهيار دولة الموحدين انهيار الحكم العربي في الأندلس في عندنا سؤال من أسئلة الدرس كم دام حكم المسلمين في الأندلس تقريبا ثمانية قرون تمكن بنو الأحمر وهو أقبى أمراء الأندلس أنه يوقف بوجه الفرنجة بعد هزيمة المسلمين ويتمكن من أنه يحافظ على الممالك الإسلامية في الأندلس إلا أنه ملوك الإسبان ظلوا متطلعين للسيطرة على مدينة غرناطا اللي هي عاصمة دولة بني الأحمر في حين أنه كانت أصلا الممالك الأندلسية تسقط بيد الإسبان واحدة تلو الأخرى إلا أنهم كانوا مصرين على سقوط غرناطا فصارت معاهدة بين بني الأحمر أو اللي هو اسمه عبد الله الصغير وبين الإسبان كان شروط هاي المعاهدة أنه يسلم اللي هي سؤال بنو التسليم غرناطا واحد أنه تعهد ملك غرناطا بأنه يسلم المدينة لملك قشاتيق في جو من الوفاق وإعلان الولاء والطاعة إلى وتسليم قصر الحمراء والقلاع والحصون للإسبان طبعا بعد ما سلم غرناطا تم الاستغناء عنه وضيقة عليه الخناق والذكر أنه كيف كان وكيف أصبح هلا هون في عنا أسباب لسقوط الأندلس وهي جواب سؤال ثلاثة من أسئلة الدرس واحد الميل لحياة الترف واللهو الخلافات والنزاعات اللي بين الملوك وتقسيم الأندلس لدويلان الصراع الداخلي في الأندلس بين العرب والبربر وهذا أضعف من وحدة المجتمع بينهم قدرته على التصدي رابعا ازدياد أطماع الفرنجة كانوا يطمعون في انتزاع الأندلس من أيدي المسلمين ودعم البوابية لملكتين أرغون وقشتاء وقشاتلة ضد المسلمين وأنا زي ما حكيت لكم دائما أنه عندما لا يوجد وحدة بين المجتمع بين أبناء المجتمع يد بيد فالدولة رح تضعف ورح تتلاشى وتكون مطمع لجميع الأعداء عشان يسيطروا عليها ويعطيكم العافية طلابي وبتمنى أنكم تحلوا الأسئلة على الدفتر ترجمة نانسي قنقر